وصلنا بالتحية يتقدد مع هذه الانطلاقات المميزة بأرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد بالتراث في منطقة سوحان وسن الفطامين المتعة والإثارة والسرعة التي أيضا تاتي مع هذا السن حيث تعلن من قديد انطلاقة جديدة لفئة القعدان المشتركات والشوت الرئيسي والثاني في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم في هذه الأيام الرمضانية حيث نتابع مقدمة الشوت المركز الأول الشامي منصور بن محمد بن سالم النعيمي ننتقل إلى المركز الثاني من بدأ يتجاوز إلى مقدمة هذا الشوت ما شاء الله مياس خالد بن علي الوهيبي بدأ يحتل الصدارة وينطلق أيضا على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني لمصور بن محمد بن سالم النعيمي بينما المركز الثالث هذا شعار المخبي يأتي بوجود شاهين محمد بن سويح المخبي يتقدم المخبي في المركز الثالث رغم محاولات في شوط المكار يأتي باستمرارية المحاولة لاختطاف الناموس في القعدان من خلال انطلاقة شاهين ولكن الوهيبي ما زال مسيطر والنعيمي يتحرك مع الشامي يتحرك مع أحد القعدان المتميزة والقوية بقيادة منصور بن محمد بن سالم النعيمي يأتي على مقدمة هذا الشوت ما شاء الله تبارك الله يتقاوز تلقائيا بلاية توامر عصاة فلبطان عصاة فلبطان ما حرك ابو أحمد حتى الآن لينطلق بناموس هذا الشوت رغم المحاولات الجميلة والرائعة من القعدان المنطلقة شعار خالف بن علي الوهيبي والشعار المخبي يأتي على المركز الثاني ولكن خلاص الناموس مع ابو أحمد الناموس مع محمد بن سالم النعيمي سلامي على أنتاقك المويز وأداك الجميل المركز الثاني لخالف بن علي الوهيبي من عقيدان هذا بن عقيدان ما كان مستمر بمحاولاته الأخيرة ولكن الله سلام سلامي على النعيمي وإنتاقه الطيب وإنتاقه الباخر تهانين لمنصور بن محمد بن سالم النعيمي المركز الثاني لخالف بن علي بن عقيدان الوهيبي المركز الثالث لمحمد بن صبيح المخبي التوقيت دقيقتين وستعشر ثانية توقيت شوط القعدن